محمد دقدو بنعرفه شاب موهوب وصاحب صوت حلو واليوم رح نكتشف انه الدقدو محلل سوسيولوجي من الطراز الرفيع بنسمع كيف حلل شخصية فرين فرين حقق فيه احساسي بحسه انا غريب عنك يا زيني بحسك عبتكذب بيه ليش انا اه اه بحسه انا بحسه اللي فيه كذب والله مو انت معي حد قليك القصة هاي ما رح قلك لا انا لانه انا بيعرف انه حالي انه لا ما عامل لك تكذاب يا والله لا فهمت عليك فهمت عليك يمكن فيه اشي ما كنت عارفني فيها صرت تشوفني فيه اكتر لانه صرنا نشوف بعضنا كليوم يمكننا نشوف بعضنا بس بيه اوقات محدد يا عارف كيف اه بس يمكن حركاتي عم قلع ايوه والله 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 استعمالك فهمت عليك شنون ايه انا عم بحكي ضدك انا بالعكس انا بدي شيء انه وحياء اطلع اني بحبك والله العظيمة فكرت شيء تعلم تعرف الانسان اللي بيكون ضدك ولي بيقل لاش رتز مثلا بتنزعش منه ها بيكون عم يفيدك حبيبي والشاب اللي بيقل لك انه انا بحبك حبيبي وتعه وروح وكذا هذا الشاب بيجوز يحبك بس بس مو متل اللي واحد بده مصلحتك اسمع انت كتير بتنق من الاخر ايه هاي بصحيحة لا هاي تكون في التفقين هي عاج عليها لا لا اسمع انت بطريقة بتنق بلو شلاش يا حبيبي لش انت ما بطمق انا ما بلو الحمد لله انا عشو بلو يا بيبي انا بام مرة اضماء بحكي له لساد زي اني مريض قاعدة انت كتير بتخاف من حالك يا زرامي انا مش بخاف من حالي انت بتخاف من حالك ما تقول انا مش بخافش من حالي طلع علي انا ما بخاف من شي انا البيبي بخاف منه هو الفشل هذا اخطر ايش في حياتك ممكن تسويه ايه ما هذا اخطر شي بتخاف منه اخطر ايش ممكن تعمل في حالك انك تخاف من الفشل ما في شي اسمه فشل بلو يا حبيبي انت رم افكرة الفشل احسن ايش ممكن يصير لك في حياتك لانك اذا ما فشلت عمرك ما بتنجح عبد السلام عنده اناعة انه دكتور جيلبرت انتأم منه ووضعه ضمن اسوأ ثلاث طلاب بعد الايفال الخامس بدأ وافع انتأمية مش فنية لانه عبد السلام كسر الاجميع على جيلبرت بانتخبات الدليجت ووضع ورقة بيضا اعرف عش ان انا كنت معارض اتساعد الله ما اطرخيني ايجيب اصر فيك فئة يا باب عفوظي انا بحسن مش هدكين حلو بس هو قالك لانه اصير طلعك اسوأ شي بكل انا عشان ايجا ما ده رأي واحد طالب زي وزينا يعني طلعك اسوأ شي لا اصرح عبد السلام بس حسنيني دكتور يعني دكتور جلبير اهل مياشا انا لماذا حطيت معارض ما سألتوني لماذا حطيت معارض انت حطيت معارض بانا جلبير ما يحبني فحطيت معارض فما يحبني وحطيت معارض يعني اكيد اول نمني رحيطني اول اسوأ ثلاثة انا عارف الموضع انا ما عارفت وحطني بس انا علي رسمار جي محطوا له خمس معارض اول ما سجلنا الواضح خلاص انا استغربت ان هو محطش نفسه من احسن نشاه يعني حط كرسين وفليم محطش هو لا اهو كان يحفظينا لا اهو كان يحفظينا وحسان قالوا تردون مين قالوا مستنوا بس عبد السلام وحسان مش عايز يقول انا عفكرا على نصف فكرته عم ينزح لقد بص هالي يبو والله انا عارف والله بعد جلسة الحكي على دكتور جيلبرت من ارتاح مع بريك وبعده منتابع اليوميات